السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم علي مير من مدونة عرباو ان شاء الله النهاردة يا شباب في الفيديو ده هنتعرف على طريقة جميلة جدا لرفع الصور والملفات بتاخد زر من سطح المكتب والحصول على الرابط بشكل مباشر الطريقة جميلة جدا لان في كتير مننا بيرفع صور بشكل مستمر او حتى ملفات وبيكون عاوز ياخد الرابط الخاص بها ويشاركه من غير ما يخش على اي مواقع تانية وعشان نعرف الطريقة انتظرونا بعد الفاصل اهلا بكم من جديد الطريقة بتعتمد على موقع اسمه طوب فور طوب الموقع ده مشهور جدا بيدعم العديد من الملفات اول حاجة نعملها ان احنا نتوجه الى الرابط ده وهنتلاقيه ان شاء الله بسندوله اسفل الفيديو عشان نحمل البرنامج الخاص بالموقع نضغط على احد الرابط هننتظر الخمس ثواني بعد كده نضغط على تخطي الاعلانات يتم تحميله بشكل مباشر معنا هندس بدء التحميل ونتوجه الى سطح المكتب عشان نشوف مع بعض البرنامج هتحمل معنا على طول برنامج حجمه لا يتعدى الواحد ميجا هنقوم بوضع على سطح المكتب ونقوم بفك الضغط عنه او استخراج هنا زي ما احنا شايفين ده البرنامج الخاص بنا حجمه صغير جدا كل مطلوب مننا ان احنا نقوم بالضغط على دابل كليك عشان يتسبت نندس يس نقول له يس تم تنصيب الخدمة اللي جاء حسا تجد الاختصار في قائمة ارسال الى تمام يا شباب هندوس هنا بعد تنصيب البرنامج كل مطلوب مننا اللي احنا نستخدمه عشان نرفع اي ملفات كمثال الصورة دي خاصة بمدوانات عربوي او اللوجو الخاص بمدوانات عربوي عشان انا اقوم برفعه هاجي عليها كده كليك يمين وازهب الى الخيار ارسال الى او هنتلاقي هنا اختيار جديد ضاف اللي هو خدمة رفع الملفات كل مطلوب مننا ان انا ضغط عليه ضغطة واحدة هتظهر لنا النافذة دي ان هو فعلا الملف بتاعنا او الصورة بيتم رفعها حاليا بالفعل تم رفع الصورة هيزهر لنا هنا اربع اختيارات الاختار الاول والتاني ده خاص بالمنتديات الاختيار التالت وده الغالب اللي احنا هنستخدمه اللي هو الرابط المباشر للصورة وهنا الرابط الاخير ده رابط الحسب وده لو احنا خلاص مش عاوزين الصورة او عاوزين نقوم بحسبها كل مطلوب مننا ان احنا نخش على الرابط ده وهيتم احسفها بشكل مباشر هنشوف معامل معينة على الرابط الخاص بنا ندوس هنا نسخ امام الرابط المباشر ونتواجه للمتصفح الخاص بنا نقوم بفتحينا تابويب جديد ونقوم بعملية لصق وزهاب على الرابط الخاص بنا ده الرابط الصورة زي ما احنا شايفين وده الصورة اللي بفعل تم رفعها بشكل مباشر وبامكاننا ان احنا نطبق الطريقة دي على اي صور حتى لو صور متحركة او اي ملفات ان شاء الله الشرح يكون سهل وبسيط لنا اوليكم ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في قناة لو عجبكم الفيديو شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته